دكتور هاني استعداد اسكندرية للبرلمان والانتخابات كيف تستعد لا هو حضرتك احنا مطلوب منها طبعا يعني مسافة واحدة من كل المتنافسين دورنا ينحصر في البنية التحتية لاستقبال المرشحين كلهم في المدارس والصيانات المطلوبة فيما قبل ذلك التأمينات المطلوبة وقمنا الحقيقة نهاردة كان مؤتمر قبل مؤتمر الشتاء المرعب اللي دخل حديثنا ده نحن عدنا في مؤتمر كامل من الشرطة والجيش والعملية فلسقية بين كل القيادات والابنية التعليمية والوزارة التربية والتعليم عشان استعداداتنا لهذا وكلمنا طبعا على الاعلانات دي مهمة جدا انت لو انت مش مرشح مش مفود تخط اعلان فعندنا اسامي بكل المرشحين دلوقتي عندنا اذا كانت دفعت فلوس بتاعتهم في المحكمة زي ما القانون ما بيقول فكل الحاجات دكتور هناك اصحاب النفوس الضعيفة يستغلون ايام الانتخابات وايام العطلات في البناء المخالف هل حضرتك عطيت نصيحة عطيت سبوتر عساء الاحياء ان ينتبهوا لهذه لا حضرتك لازم بفاهم ان ده وجبه لطبيعيك سمعنا الكلام فهو وجبه ولا مش وجبه قانوني وعنس قانوني لا ده حضرتك في صميم الاهداف والتوصيف الوظيفة لرئيس الحياء انشغال الامن في الانتخابات قوي جدا عندي الوقت المحافظ له اربع معاونين واحد منهم في الازالات وعند كل رئيس حيء اربع معاونين واحد منهم في الازالات دي حاجة جديدة محافظة طاعتنا الوحيدة السباقة اللي عملتها مستعدين الانتخابات احنا شغلين الانتخابات في حتة والمحاون بتاعنا واحد باله من الازالات واحد باله من المرافق واحد باله من النظافة المفروض المعاونين دورهم لا ينشغل عن شيء اخرى شكرا